في بداية الأزمة تم تشكيل غرفة عمليات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المركز الوطني لاستعادة الطوارئ الخاصة بالحسيبات والشبكات الواق ايجي سيرت وده مركز مهم جدا 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 تم إنشاءه فيه 2009 تم تشكيل الغرفة على الفور بالاتصال بكافة الجهات المعنية والمرافق الحيوية وتابعنا الأزمة من صباح اليوم وبالفعل تأكدنا إن كافة المرافق في الدولة بتعمل بصورة طبيعية ولم تحدث حتى الآن أي مشكلة وتقدم كافة الخدمات إلى المواطنين سواء في المطارات أو في المواني أو مصر الرقمية اللي هي المسؤولة عن تقديم كافة الخدمات الحكومية وأيضا شركات الاتصالات تعمل بصورة جيدة ولا توجد أي مشكلة في كافة المرافق الحيوية بالدولة